مرحبا جميعا جميعا انا نانسي مرحبا جميعا بهذا الفيديو رح نكون عم نتعلم اكتر الكلمات مستخدمة باللغة الانجليزية رح ناخد عشر كلمات ورح نعطي امثلة عن كل كلمة منتعلمها هايدي السلسل رح تكون على اجزاء طبعا قبل ما نبلش حبي اذكركم انه جميع الفيديوهات السابقة رح تكون مقصمة روابطن رح تكون موجودة تحت هيدا الفيديو بصندوق الوصف فيكن تضغطو على حيالة رابط بيوديكن على بلايليست وبقلو هايدي البلايليست ممكن تشوفو فيديوهات متشابهة او فيديوهات متعلقة بنفس الموضوع اذا كنتم مهتمين بيطبق هيدا الفيديو كيفون واتشينك رح نبلش بالكلمة الاولى اللي هي كلمة line line طبعا هايدي الكلمة الى كذا معنى ممكن انه ترجبي معنى خط وممكن انه ترجبي معنى طابور او صف رح ناخد example عن الطابور او الصف for example don't jump over the line wait for your turn don't jump over the line wait for your turn بمعنى انه ما تتخطى الصف انطور دورك don't jump over the line just wait your turn or wait for your turn الكلمة التانية اللي رح نتعلمها سوى هي كلمة pitch in pitch in لازم ننتبه للفظة كتير منيح اللي ممكن تفوتنا بيمة هاي التانية هايدي الكلمة pitch in بمعنى مساهمة او مشاركة المساهمة بمبلغ مال يعني pitch in المشاركة بمبلغ مال يا اما المساهمة بمبلغ مال for example we all pitched in ten dollars for the party we all pitched in ten dollars for the party بمعنى انه جميعنا سيهم بمبلغ مال يمتوا عشرة دولار من اجل هايدي الحفلة we all pitched in ten dollars for the party الكلمة التالية اللي رح نتعلمها هي كلمة laugh فعل laugh فعل الضحك laugh for example i can't stop laughing i can't stop laughing بمعنى ما في وقف ضحك i can't stop laughing ممكن ايضا نحنا نشوف كلمة laugh at laugh at بمعنى يضحك على for example what are you laughing at what are you laughing at يعني ليش عم بتضحك عشو عم بتضحك what are you laughing at الكلمة التالية هي كلمة blackmail 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 يعني ابتزاز for example he blackmailed her he blackmailed her بمعنى ابتزها he blackmailed her وفي عنا ايضا كلمة expose 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 بمعنى يفضح expose يعني يفضح for example i will expose i will expose you i will expose you بمعنى رح أفضحك i will expose you بالإضافة في عنا عبارة cross the street cross the street بمعنى يعبر الشارع for example don't cross the street without looking don't cross the street without looking بمعنى انه ما تعبر الشارع أو ما تقطع الشارع بل ما تطلع don't cross the street without looking وعنا ايضا عبارة how far بمعنى كم يبعد for example how far is the airport how far is the airport يعني قديش بعيد المطار كم يبعد المطار how far is the airport بالإضافة في عنا كلمة downshift 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 بمعنى يقلل سرعة شيء معين هيدا أكتر شيء نستخدمها كمصطلح متعلق بالسيارات downshift بمعنى يقلل السرعة أو يقلل سرعة القيادة downshift وآخر كلمة رح نتعلمة به هيدا الفيديو هي on my way on my way بمعنى عطريق on my way for example I can drive you home it is on my way I can drive you home it is on my way بمعنى أنه أنا في وصلك عالبيت هو البيت عطريق يعني بمعنى أنه أنا رايح ورايح بياخدك معي I can drive you home it is on my way معه للكلمات والجمال ما نكون وصلنا لختم هيدا الفيديو إن شاء الله يكون عاجب كون وإن شاء الله أيضا تكونوا استفدتوا منه كتبوا لي بالتعليقات عن شو حابين نحكي بالفيديوات اللاحقة وإذا بعدكم مش مشتركين بالقناة ما تنسوا تشتركوا واتفعلوا جرس الإشهارات أيضا عم بيوصلكم كل شي جديد عم نازله أنا بلاقيكم بالفيديو القادم Goodbye بيوصلكم